بي هذا الشاب خل نسمع أنا اليوم أريد الشعب العراقي يعني يعلق على هذا الموضوع تعال أوقف أوقف والله هذا الشاب يحتي صح والله العظيم يحتي صح اللي دولة محللين الإطار كلهم لموهم ما يقدرون يحتيون هالحشايتين اللي قال لنا هذا الشاب إحنا ننطي نفط خام أسود ننطي لإيران إحنا إجينا دنقول يا بي ترى إيران طفت علينا الكهرباء قطعت علينا الغاز حلونا مشكلتنا ما راحا ومثلا سوى وبديل روح جيب من السعودية هذا المفروض من الشتاء مو من هسه روح جيب من السعودية روح جيب من تركيا روح جيب من درمنيا لا مچلبين إيران مهم فإيران اسقلت لهم قلت لهم بباع تعال تعال أنا شوقت أحصركم أنتم اللي خليتكم تشكلون حكومة وسويتكم أنا أنا عليت من شانكم وسويتكم حتى تخدموني قلت لهم بما أنه أنا علي حصار ومدى أقدر أخذ الدولار فتعالوا طوني نفط أسود خليني أشغل الطاقة اللي عدي خليني أشغل محطاتي غصبا عليك تروح تسويها زين إحنا نرجع للاتفاقية اللي قالها السيد السوداني هاي الاتفاقية لش وقت الشهر شهرين سنة سنتين ما حد يارث ما حد حتشه زين عوفك أكو سؤال مهم إحنا دا نشتري الغاز من إيران بثمانية سنت زين وعلينا ديون حلو زين هذا النفط اللي رح ننطيه الإيران ببيش ما حتحشه زين المعاهدة هاي أو المقايضة هاي غير أكو بنود غير تنشر غير نقراها غير نفتهمها ماكو خلص هاي طلعنا طلعت رئيس الوزراء ايه رح ننطيه بوكان الغاز اللي رح تدزلنا إلى إيران رح ننطيهم نفط تعرفون اش رح يصير تعرفون اش رح يصير العطار التنسيقي رح يدخل العراق بعقوبات دولية على مود إيران وذا طبعنا بالعقوبات الدولية جد جدكم ما يطلعنا مننا بعد جد جدكم ما يطلعنا من هاي العقوبات الدولية قرة عيني الإطار وزعماء الإطار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة